يقال في بعض الأنشطة غلطتك الأولى هي غلطتك الأخيرة وهو ما وقع به واحد من أبرز وجوه إيران على الساحة الدولية وأحد أبرز عرابي الصفقات الكبرى من وزن الاتفاق النووي الذي ينسب له ويعد نقطة ضده في آن معا محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني على مدار ثماني سنوات على أعتاب ترك منصبه في وقت قد يكون أكثر صعوبة من مرحلة المفاوضات الشاقة حول نووي إيران وتمدد ميليشياتها قبل نحو ست سنوات ويبدو المشهد أكثر صعوبة أيضا مع الزعزعة التي تسببها الانتخابات الإيرانية التي تقف البلاد على أعتابها يكشف ظريف تفاصيل دقيقة عن المساوئ السياسية في دولة تحكمها تركيبة فريدة بنكهة ثيوقراطية يسيطر فيها المرشد وأذرعه على كل شيء بغض النظر عن التسميات التي تتخذها الدول المتحضرة فهنا المرجع وحده فهو مندوب صاحب الزمان يقول ظريف على مدار نحو سبع ساعات في توصيات مخصصة للأجيال المقبلة إن إيران لا تقاد عبر الساسة أو المنتخبين لكن عبر المختارين فيؤكد في مرة قاطعة سيطرة سليماني على مفاصل السياسة الخارجية ولا سيما في الشق السوري منها ويشدد على دور سليماني الذي صرعته أمريكا قبل أكثر من عام في التلاعب بالتفاهمات والتهرب من الاتفاقات التي يبرمها الساسة الساسة الذين كانوا أيضا مساعدين لسليماني في عقدة يصعب فهمها مع تأكيدات ظريف وصوله نحو مئتي تحذير من نظيره الأمريكي آنذاك جون كيري عن ضربات إسرائيلية ستنفذ في سوريا وإن فها كيري لكن الشواهد ومزاج كيري يؤكدها سبع ساعات من الحديث غير المنضبط وبتعبير أدق بالصريح المطلق فتحت على ظريف أبواب النار وبات اليوم أمام أسئلة من كامل النظام الإيراني بشقه الإصلاحي والمتشدد فيبرر تارة وينفي تارة أخرى ويذهب الجميع لشتم من سرب فهنا المشكلة ليست بصندوق الأسود بل بمن فاتح أبوابها